الجهاز الأهلي والجهاز الفني سامن البدري بكل أعضاؤه بشكر اللعيبة خرجنا في شرف وصلنا في شرف غاب يعني هم عملوا حاجة في المئة وثانية حاجات كتيرة جدا في المئة وثانية ديئة في الكرة لكن لا ينقصها إلا توفي والله أنا بتكلم به ما يرد الله أنت لو قست الجانب الجماب في المراتين بتاع القاهرة والمغرب بتلاقي الأهل هو الأحسن هو الأفضل هو الأكتر استحوازا هو الأكتر خطورة على المرمى التدخيل نارضة 12 كورنر للنادي الآله واثنين كورنر للودات سبعة شوت الأول هناك واحدة كابتن بيتحكى في المباراة اسمه حكم يعني مفروض أنه حكم جامل ما أنا بقول لك لكن هو مقلقهم انذارات أحمد فتح انذار مش عارف مين انذار مفيش ولا انذار أو انذار مثلا هو بس يعني إيه عاودي يقولي يعني برضه من الخشفة من شكيل اللعيبة عملتوا اللي عليكم شرفتمونا فعلا جمهور يالي سعيد جدا بفرقيته شكرا للإدارة شكرا للجمهور شكرا لللعيبة شكرا للجهز الفني وفي نفس الوقت أنا شايف أن عدم التوفيق هو اللي خلى النادي الآله كابتن شريف ما ياخدش البطول شكرا للإدارة نفس النادي الآله بيقتال أفريقيا على مرمى ومسمع من كل حد يعبد بيتفرج على المطشي النادي الآله بيقتال أفريقيا واحنا نبيهنا قبل المطشي فاكر 83 في غنى فاكر 83 في غنى بيخلص علينا بقى كان حاكم جزائري بيخلص علينا انا قلتلك قبل اخر لقطة وحنا فى التحليل قلتلكوا ادعوا ربنا ان الحاكم يدين حقنا بس وفيه اكتر من المطش تلعب قلتلكوا هتلعبوا تاني تايم تلاتين دي ايه بس غير ان فيه شكوك في افصايت غير ان فيه شكوك في افصايتات كتير غير ان اي لمسة زي ما انا قلتلكه في التحييي الوقت الضايع لا كابتل ربيعي اي لمسة قلتلك انا اي لمسة بتحييي سحصل حوالين الحيطة السابتة ده فوالات حكسية كمان ما دين نادي القيل نظر انا مش متخيل الاداء الجبار اللي لعبه لعبت نادي القيل نهار تشكيل نازل باي تشكيل باي لعب احنا متفقين كلهم واحد ده لعب باكراي ده لعب باكراي كله عمل العليه لعب كرة لعب كرة النادي الاهلي المعروفة برا وجوه انما التوفيه زي ما قلت يا ربيع وليه موجود خالص انت النهاردة بتروح بالثلاث اربعة تجوان في اول هافتايم يخلوك ليدنج وتاخد البطولة في اول هافتايم الانفراد متعبؤون اه على الارض جون الانفراد اه لو حطانا عبطني رجل على الارض انفراد يعني لو زقها كمان سنة وتطمع فيها يا بياخد ضرب الجزاء يا بي بيضر يتصرف فيها احسن من كده فهرلك لجماهير النادي الاهلي والعب النادي الاهلي والاجهزة الفنية عملتوا اللي عليكو شرفتونا وترجعوا ورفعين رأسكو انتو خسدته حانقول بقى كلام البلد انتو خسدته لماتش هنا واحد واحد عشان كده راحين بمسؤولية كبيرة اوه شكرا قلتلكو سفر سفر تفرق كتير اوه عن واحد واحد فان الكورة فيها عند وما دخلتش قول ده ظروف بطولة واحنا كنا مؤهلين من السيناريو ده واتش كورة كابتن شريف واتش كورة اه سبعين في المية احنا قولنا احنا قولنا سبعين في المية مؤهلين ان هايحصل اغتيال ليكو في ارض الودان تحتيمايا يعني فلو ما جبتش جول طبعا ده هايحصل لك وعنين فيه تماني لو لو تلاحظ ها كابتن بيضو فيه تماني من الحكم للفرق اللي قدامك وده بيهزك وده بيهزك افنا تدي الحكم كام نعم اديله كام بالنسبة للمغرب عشرة عشرة لا اقول له تقييم الفني تقييمه اديله خمس اه خمسة نص 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 حكم مش حكم اديله كاما سامير خمسة اديله سفر للأسف اولا كابتن سامير لا مبروك لفردة الوداد طبعا عمل اللي عليهم مبارات الزهاب ومبارات العودة بكل روح رياضية اخواننا المغربة طبعا اشقاء ونحقهم انهم يفرحوا طبعا هارض لك النادي الاهلي اكيد فيه اخطاء فنية هنتكلم فيها انما عايز اتكلم على الحكم الحكم مبارات الزهاب بداية من الحكم تسيما اللي هو الاسيوبي احنا عندنا مشاكل مع اسيوبيا سد النهضة ومشاكل سياسية وكمان بقت مشاكل سياسية وكراوية جاي خلص على النادي الاهلي في برج العرب ضرب الجزاء صحيح على الوليد ازارو ما حسبهاش النهاردة الحكم بكاري طبعا الوقت الضايع رقم واحد تلت دقايق او تغييرات ست تغييرات او عندك خمس تغييرات كل تغييرات او ستة مثلا تلت دقايق ستة تغييرات او في نص دقايق تلت دقايق وعندك تلت دقايق دي ستة دقايق دخل واحده تلت دقايق غير اللعب اللعب طبعا والجنوع مرتين وقاوت مع فاول مع اعتراض كل ده المفروض على الال سبع دقايق ازاي جاب تلت دقايق انا معرفش انا مش عارف دي جابها منين بالاضافة طبعا الفاولات العكسية اللي كانت موجودة في نص الملعب الفاولي الاخير اللي حسب على هرام الربيعة ممكن كان يعني لو انت متعادل او محتاج المبرة كابتن كان خلص عليك برده يعني عنده اخطاء تحكمية وحاكم ضعيف وحاكم تصفيات هتكسر عالم ده رايح يحكم لهم ضعيف جدا وسيء الحياة انا انا وجه نظر انا اديله